اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد عن توقعات جوي عياد طبعا جوي عياد لها كتير من الناس بيحبوها جدا وبيحبوا توقعاتها ان كان من مصر او العراق او عدة دول العربية او حتى خارج الدول العربية جوي عياد بتعتمد في توقعاتها على الغفر العلوي او كمان لها حس كده بانها تعرف التوقعات اللي هتيجي في الدول طبعا كلنا عارفين انه لاي اعلم الغيب الا الله وحده وايضا في حاجة مهمة جدا عشان تبقوا فاهمين هي جوي عياد بقى لا فترة كبيرة وما بتطلعش فالتوقعات اللي جايبينها لكم هي اتقالت قبل كده ولكن توقعات مهمة جدا وخطيرة وخاصة بالدول العربية والاجنبية والعالم ككل قبل ما نبدأ بس بفكركم في الاشتراك في القناة لو انتم جداد معنا اتفعلوا الجرس وهريد نعمل لايك وشير للفيديو عشان نيوصل لكل الناس جوي عياد قالت ان هيحصل اكتشاف جديد اغلى من الدهب والنفط ومن الممكن ان يكون لعملة واقتصاد فانا لما سمعت التوقع ده جاي في بالي حاجتين ممكن تكون تقصد البيتكوين لان ده غالي جدا في تصنيعه وكمان لإقتصاده وعملته او مادة السيلكون اللي كل المتوقعين بيقولوا ان هيحصل عليها حرب وان المادة دي هي المادة اللي هتستخدم في العديد من الصناعات الحربية والتكنولوجية والشرائح وهكذا في من بعد وهيكون الدول بتتناحر مع بعضها علشان يشوفوا مين اللي هياخدوا المادة دي والمادة دي موجودة اكتر في دول افريقية عشان كده في حروب وفي مشاكل كتيرة جدا في تلك الدول عشان يقدروا يسرقوا براحتهم معروفة عايز تسرق اجرل الناس في حرب واسرق براحتك تاني توقع قالت ان شركة فيسبوك شركة مش التطبيق نفسه شركة فيسبوك ستعلن افلسها في نهاية احد الاعوام بسبب زهور منصة جديدة هتاخد مكانها وهتعلن اسهمها في للبيع بسبب المشاكل اللي هتحصل لها فالشركة تفضل موجودة ولكن شركة تانية هي اللي هتاخدها وتستولى عليها منسوب المياه في مصر هيرتفع وده شايفينه من الفيضانات الكبيرة اللي بتحصل في اسيوبيا وفي السودان فده هيبقى ناتجة على زيادة منصوب المياه حتى كان في من قريب في عدة مدن مصرية تعرضت الفيضان منها مدينة اشمون في محافظة المنوفية قالوا للناس انه هم يسيبوا بيوتهم لان كانوا خايفين عليهم المية هتزيد وكانت هتغرق الدنيا شوية وقالت كمان رجوع الافكار الشعوعية في مصر هتظهر مرة تانية وهيحصل انكسام في البرلمان المصري في الاراء حوالين قضية معينة هتشغل بال الناس فهنا ممكن يكون ليه دعوة بقانون الايجار القديم ممكن تلوث او تصرب كيميائي او اشع نووية قد تكون في الصين او شركة اسية او الهند وده ممكن نشوفه لاما عن طريق حرب او عن طريق زلزال الحرب البردة ستعود من جديد ولكن بشكل اخر وشايفة تهديد بين الدول المتنحرة وقالت كده بتنص بين كوسين روسيا واوروبا وامريكا والكلام ده قبل ما تحصل الحروب والمشاكل اللي حصلها دلوقتي اكتشاف طب جديد لمرضى العمى والعيون ربنا يشفيهم وقد يظهر حزب او تشكيل او غيره هيكون ضد الحكومة في احدى الدول العربية قالت كمان ان الدوق الاحمر سيدمر اطراف او حدود العراق وليبيا وتونس والحياة مش فاهمة تقصد بايه بالدوق الاحمر وحتى نبهت على مصر ان هم ياخدوا بالهم من حدودهم مع ليبيا لان زى ما احنا قلنا في دوق احمر على اطراف العراق وليبيا وتونس ربنا يسطل عليهم طبعا هيحاولوا في اوروبا الحفاظ على الطبيعة ولكن تلوث بيئي كبير سيحدث في الدول الصناعية في اوروبا وده من الواضح جدا من الاخبار اللي احنا بنسمع عندهم مشاكل كبيرة جدا وبالدليل عشان يهربوا من الغاز الروسي رجعوا تاني يستخدموا الفحم وده يبقى ليه اصار بايه خطيرة في العالم كله تفجير قوي واحداث دامية في نيويورك بامريكا احداث دامية في لبنان ايضا بين الفصائل وبعضها البعض وقتل وخوف داخل لبنان وده مش بعيد نتمنى ان طبعا ما يحصلش لان لكن السياسة المعمول بيها في لبنان دلوقتي لا تبشر بالخير الدنيا بايزة ودلوقتي الناس بدأت تهاجم البنوك المدعين بيهاجم البيوك عشان ياخدوا فلوسهم وممكن ده يعمل مصايب وده عشان كده بيقولك فيه خوف فيه تخيلته بان انت قاعد كده في البنك اللي بيك ولا عليك تسمع ان انت بقت رهينة كمان عمتا قالت الاغنياء هيزيدوا غنى والفقر هيزيدوا فقر في السنين اللي جاي بالنسبة لإيطاليا قالت شايفة فيها زرزال او انهيار او احداث دامية ستحدث وده معناها ان فيه مشكلة هتحصل ولكن في الناحية تانية قالت روما ستقود تتقلق من جديد اقتصاديا وقالت كمان برج بيزا المائل بإيطاليا مهدد بالسقوط او التشكك وده انزار شقم على ايطاليا بالنسبة لفرنسا رجعت تتلم عليها وتقول لان تنجوا من التفجيرات القريبة اللي هتكون لباريس مما يغير قراراتها ناحية داعش ففرنسا هيبقى فيها تفجيرات ارهابية فاخدوا بالكم الايام اللي جاية كمان قالت ايران هتحرك صفانها الحربية نحو الخليج يطرق السبب وفرنسا هتحرك صفانها الحربية نحية ليبيا وفيه كمان احتمال ممكن تكون ايطاليا كمان معها وصوصا مع القرار الاخير في الدبلوماسية او السياسة بان ممكن يكون لهم مملاء داخل دول اللي حواليهم فكل تكلم على ليبيا بشار الاسد مستمر ولن يتزعزع من مكانه بشار مش هيمشي الا بمزاجه زي ماها قالت وسيقيم الكثير من اتفاقات مع الدول الاجنبية وده بنشوفه دايما الايام اللي فاتت بانهم بيحاولوا يصلحوا علاقته مع الدول العربية والدول التانية بعد المشاكل اللي كانت في 2011 الطاقة اللي جاية خاص بدولة العراق واللي حقيقة هي فسرته يعني زي اللي بيحصل دلوقتي في العراق قالت هيكون في موجة عنف في دولة العراق لتغيير السلطة ولكنها ستفشل ولكن هناك تغيير في الحكومة العراقية دل هيحصل وهنشوف اختفاء شخصية كبيرة جدا من الساحة العراقية شخصية كبيرة جدا من الساحة العراقية لها قدرها ووزنها السياسي والدين هتبقى قامة كبيرة وهتسبب انكسام في الشيعة والفتنة قادمة حتى بين الطايفة الوحدة وخصوصا شيعة ضد الشيعة وده اللي حصل هدوكم شفتوا المظاهرات اللي كانت حصلة قبل كده كانت عشان تغير البرلمان وتشيله ولكنهم فشلوا البرلمان لغد دلوقتي لسه موجود وما حصلش اي حاجة فيه زائد ان ممكن نشوف تغيير في الحكومة العراقية قريب ان القازمي نفسه قال لو الوضع حفظ العالم هو عليه انا ممكن اقدم استقالته ساعتها هيحصل تغيير في الحكومة اما ميني بقى الشخصية الكبيرة اللي ممكن تختفي دي بقى ممكن نشوفها في الايام اللي جاية ممكن يكون مكتدة الصدر ممكن يكون مثلا النور الملكي حدش عارف مين الشخصية الكبيرة جدا اللي هتعمل فتنة بهذا الشكل كمان قالت بالنسبة للسعودية شايفة قرار ترحيل عدد من العمال الاسيويين خاصة من الهند وباكستان فيه كمان ان الوضع الاقتصادي في السعودية هيبدأ بالارتفاع اسبانيا شايفة غرق سفينة على احد الشواطئ او السواحل الاسبانية الازهر في مصر هيكون لي قوة كبيرة داخل الدولة قرارات دولية صارمة هتكون بحق ليبيا وده بنشوفها كل شوية من مجلس الامن الدولي ناحية ليبيا بيحاولوا ان هما يسلحوا الاوضاع بسبب الاطراف المتنزعة الدبيبة وباشاغة والميليشيات اللي كل شوية بيضربوا ويسرقوا في حق الليبيين تهريب النفط هيحصل من العراق وليبيا وده هيصب في مصلحة الدول الصناعية لان زي ما قلنا بيعملوا حروب داخل الدول العربية او الدول اللي عايزين يسرقوها عشان الناس تنشغل في هذه الحروب ويسرقوا براحته احداث كبيرة في مدينة ساحلية ابتداء من شهر مارس وبكده نكون انتهينا من التوقعات شكرا لحضراتكم وتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا رأيكم لان رأيكم جدا يهمنا في التعليقات بنفهم منه انتو يعني وصلت لكم المعلومة ولا لأها او طلبين ايه او الرأي بتاعكم ذات نفسه بيفيدنا في تغيير القناة الافضل كمان لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير